الوحدة الأولى، الإدارة التعليمية المدرسية نشأتها وتطورها محتوى الوحدة الأولى أول مفردة، نشأة الإدارة التعليمية وأهميتها نتحدث عن نشأة الإدارة وأهميتها بشكل عام حيث مارس الإنسان الإدارة منذ وجده على وجه الأرض فالإدارة ليست حديثة ولن تقوم من إدارة عصرنا ولن تظهر من مفهومها العلمي إلا بداية القرن العشرين وسنتحدث عن الإدارة كعلم له أصوله ومبادئه كأول مفهوم للإدارة ظهر في العقد الأول من القرن العشرين للتعبير عن العمليات والإجراءات التي يتم من خلالها استغلال الموارد البشرية والإمكانيات المادية للوصول إلى أهداف محددات وسنتحدث برضو في هذه الوحدة عن مفهوم الإدارة حيث ستتم الإشارة إلى مفهوم الإدارة للتعبير عن مجموعة العمليات التي يتم بمقتضاها وضع الإمكانيات البشرية والمادية وتوجيهها لتحقيق أهداف الجهاز الذي توجد فيه كما سنتحدث عن الجانب العلمي والفني في الإدارة سنتناول الجانب العلمي والفني في الإدارة حيث أن الإدارة علم وفن كعلم ظهرت الإدارة في بداية القرن العشرين كعلم له قوانين ومفادئ يمكن تدريسها وكفن أي كممارسة تقوم على الموهبة ظهرت منذ أمد بعيد منذ وقد الإنسان وتدبر أمور حياته وحياة أسرته ونشأت التجمعات السكانية ونشأت الدول والإمبراطوريات والإنجازات التي حققتها الحضارات منذ التاريخ القديم للبشرية وحتى الآن في مقالات الإدارة سنتحدث عن قطاعي من قطاعات المجتمع من منطلق الإشراف عليها وإدارتها وهما القطاع العام الذي تشرف عليه الدولة ويمارس فيه الإدارة العامة والقطاع الخاص التابع لرجال الأعمال من الأفراد والمؤسسات والذي يمارس فيه إدارة العامة أنواع الإدارة ستتم الإشارة في أنواع الإدارة إلى الإدارة العامة، الإدارة التربوية، الإدارة التعليمية انتهاءاً بالإدارة المدرسية في نشأة الإدارة التعليمية وتطورها ستتم الإشارة إلى الاهتمام الذي ظهر بالإدارة التعليمية منذ عام 1946 وحتى عام 1959 بأمريكا من خلال الدعم المخصص من مؤسسة كولوجيا الأمريكية وظائف الإدارة المدرسية سنتحدث في وظائف الإدارة المدرسية عن ثلاث وظائف للإدارة المدرسية وهي وظائف يتم بمقتضاها تصنيف النشاطات التي تتحقق من وراءها الأهداف التربوية في المدرسة وفق ثلاثة تصنيفات التصنيف الأول ويتناول الوظائف الإدارية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم والتصنيف الثاني وتناول الوظائف الفنية بالإشارة إلى العمليات التي يقوم بها المدير لتنفيذ المنهج المدرسي التصنيف الثالث ويتناول الوظائف الاجتماعية ذات الصلة بالعلاقة الاجتماعية داخل المدرسة بين الإداريين وبين المعلمين وبين التلاميذ وبين هذه الأطراف مجتمعة وتوثق علاقة المدرسة بشكل عام بالمجتمع الذي تخدمه أهمية الإدارة المدرسية ستتم الإشارة لاحقا بالتوصيل إلى أهمية الإدارة المدرسية بالإشارة إلى ثمان نقاط تعبر عن أهمية الإدارة المدرسية آخر نقطة العوامل المؤثرة في تطور الإشارة وسيتم لاحقاً تناول ست عوامل مؤثرة في تطور الإدارة المدرسية وسيتم الحديث عنها بالتفصيل فيما بعد